شفت الماتش ازاي تفرّكت على الماتش ازاي يا كابتل؟ يعني اكيد انا عاوز اتكلم على الجوانب الإيجابية في المباراة المهاردة النادي الاهلي النهاردة لعبة تكتيكيا بواقعية بعض المباراة ومع الحجم الفريق ومع حجم الفريق كمان اللي هو بقبل النهاردة ضايم هناك فريق طبعا مميز جدا جدا ويمكن النادي الاهلي طريق لعبه المهاردة كانت واقعية بغض النظر عن نتيجة طبعا لان انا عوز حتى دعيت النادي الاهلي او جهاز النادي الاهلي صعب جدا ان هو يقول عن نتيجة هو خسرات ان هو متقبلها لكن انا بقول ان المباراة المهاردة فيها خبرات كبيرة جدا جدا دعيت النادي الاهلي بالذات لمعظم اللعيبة اللي هي او مرة تلعب في كأس العالم للأهلية فيها خبرة كبيرة جدا وفي نفس الوقت انا واثق ان النادي الاهلي عنده فرصة كبيرة جدا ان شاء الله في المباراة اللي جاية وثقاتهم يعني برغم ان هم اللي هقوش النتيجة او الفوز اللي هرده لكن هتبقى افضل في المباراة اللي جاية بشكل كبير جدا وان شاء الله يبقى عندهم فرصة ان شاء الله في احراز المركز الثالث ان شاء الله الشوت الاولاني كان غير الشوت التاني الشوت الاولاني كان اللعيبة نازلة خايفة وقلقانة وده منطقي لان هم سمعين عن نتائج سبعة وثمانية وحاجات كده ضد برشلونة وضد نوادي كبيرة فهل انت شفت انه واقعيا ان الشباب كانوا يبقوا خايفين وايه اللي تغير في الشوت التاني فتماسك الفريق هو طبعا واقعيا يعني ومنطقيا جدا ان الشوت الاول يبقى في حظر شويتانه يبقى في حرص الملعدة المالي الاهلي فبالتالي كانت العجمات يعني فيها مضرة ما فيش عجمات وده وقعه منطقي وفي نفس الوقت العادة المالي الاهلي بعد انتهاء الشوت الاول بعد الثقة والمحاولات اللي هم عملوها وحسوا كان عندهم احساس المرعب اما ممكن يعملوا الهجمات طبعا مع فريق باير من يخوف كان فيه محاولات من معظم اللاعبين عشان كده شوفنا يمكن الشوت التاني افضل شوية وفيه جرأة افضل من الشوت الاولاني ده وقعه منطقيا وانا بقول لو فيه مبارا مع باير من الخرايبة جدا نحكي اعداد النادي الاهلي افضل وافضل فده منطقيا جدا تنكره وبالذات مطلع فريق كدير فاعتقد النادي الاهلي يعني لعبته اكتسبت اشياء كثيرة جدا من النهاردة ويوم ما لعبه منطقيا جدا 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 بشكل وقاعي يعني